مرحبا بكم ايها البنات في القناة دياليد وصفات رشيدة لا تنسوش تجير بالضغط على الزر الاحمر او المربع الاحمر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارتاج جيو القناة مع الاصدقاء ديالكم ومعارف ديالكم وان شاء الله يربي انتمنى تخليوا لي تعاليق باش يكون ان شاء الله تفرحوني يوان شاء الله غادي نعمل واحد العاصر بدون حليب بالفواكيه وبالماء يجي رائع وسهل التحضير وان شاء الله يربي اعجبكم لان الصراحة يجي رائع و يجي زوين يكفي بعد المرات ما يكونش عندنا الحليب او لما يكونش عندنا بزف ديال الاشياء وان شاء الله يربي اعجبكم هنا في المقادير يحتاجون الماء هنا كيمياء قليلة ديال الماء ما تكترون الماء كتحتاجون العلبة ديال الضانون اي نوعية هنا عندي بنكهات الخوخ كتحتاجون الفواكيه على حساب اللي بغيتو وكتحتاجون السكر على حساب الدوق ديركم هادو هما المقادير ويمكن لكم ضعفوا الكيمياء ديال الفواكيه باش يجعلكم طعم زوين و يجي واحد العاصر رائع المهم ما تكترون الماء باش يملكم يعني ماشي تلهي مهم من الصراحة باش نكون معاكم صراحة الماء دياله يجي زوين و ستجربوه ان شاء الله و ستجربوه و ستجربوه هنا عندي الماء و كتعملوا معاها السكر على حساب الدوق ديركم و من بعدكتعم الفواكيه على حساب اللي عندكم على حساب اللي يجبكم هنه قضي علبة ديال الخوخ هنا ضانون ديال الخوخ عندي اولي تعملوا فانيلا لكم من بعد تأخذ المكونات كاملة و تطحنها يمكن لكم ضفع اخرى فواكه اخرى لتجد طعم احسن او زوين من بعد تطحنه جيدا حتى تصبح القوام لتكون متماسك و تصبح العاصر لا يعيش وبارد و بالاخر سئلون في تلاجة و لا تكون عندكم الماء بارد و هكذا يقومون بطعم زوين و ان شاء الله سوف يتجربه و يجبكم اشتركوا 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 في القناة اشتركوا في القناة